اشتركوا في القناة وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها المؤمنون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم في هذه الحلقة عن شخصية عظيمة لها دخلا ومساسا كبيرا في حياة إمامنا الرضا صلى الله وسلم عليه ألا وهي السيدة الطاهرة أم الإمام الرضا صلى الله وسلامه عليه من هي هذه المرأة؟ أسماؤها كثيرة ألقابها كثيرة ما هو الداعي وما هي الأسباب التي ذكرت لنا أن أم الإمام صلى الله وسلامه عليه لها هذه الأسماء بدءا أيها الأحبة من أين أتت هذه المرأة؟ وكيف وصلت إلى هذا البيت العلوي الشامخ الطاهر؟ الإمام الكاظم صلى الله وسلم عليه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بلغ أحد أصحابه كلفه أو سأله عن نخاس جاء من جهة المغرب قال هل لك علم بورود إلى المدينة بورود شخص معه الرقيق يبيع الرقيق نخاس قال لا يا ابن رسول الله الإمام أكد له قال بل جاء ذلك الرجل الأحمر وصفه الإمام صلى الله وسلم عليه فعلينا أن نذهب إليه لنشتري منه جارية وفعلا في اليوم الثاني ذهب الإمام مع صاحبه إلى ذلك الرجل ووجدوه في سوق خاسة وسأله الإمام صلى الله وسلم عليه عن النساء التي عنده اللواتي عنده فعرض لهم ما عنده من النساء تسعة نساء وكلما عرض واحدة قال له الإمام صلى الله عليه لا حاجة لنا بها حتى أتم التسعة فقال له الإمام صلى الله وسلم عليه هل عندك جارية أخرى؟ قال له أصر عليه الإمام فقال عندي جارية مريضة يعني لم تكن مهيئة للبيع على كل حال رجع الإمام سلام الله عليه وفي اليوم التالي في اليوم الثاني دعا صاحبه وأعطاه سرة من المال وقال اذهب إلى ذلك الرجل النخاص المغربي واشتري منه تلك الجارية التي ادعى أنها مريضة وبين له قال قضية السعر أنه مبلغ الثمن فمن تلك الجارية يعني أي ثمن يذكره ذلك النخاص اقبل به قال لش يقول لك قل له أنا اشتريتها وفعلا جاء ذلك الرجل إلى النخاص وطلب منه أن يعرض له تلك الجارية المريضة فلما عرضها عليه نعم أراد أن يشتريها منه فذكر له ذلك الثمن فعلا مباشرة ذلك الصحابي قال اشتريتها هذا النخاص توقف قليلا قال أيها الرجل من ذلك الرجل الذي جاء معك بالأمس هذا اللي ايجاب بالأمس منه من أين قال هو من بني هاشم قال من أي بني هاشم بني هاشم كثير من منهم قال هو من نقبائهم ومن سادتهم قال أزد علي قال لا أزد عليك هذا خلص ذكرت لك قلت لك هو من نقبائهم فلما أراد أن يمضي ذلك الصحابي ناداه النخاص قال توقف أريد أن أحدثك عن هذه الجارية التي أخذتها أنت اللي أخذتها خلي أحدثك قال لما اشتريت هذه الجارية وكنت راغب بها لنفسي قالت شنت أرغب أريدها إلي ما إن اشتريتها حتى عرضت إلي إمرأة من أهل الكتاب مرأي جتني من أهل الكتاب قالت لمن اشتريت هذه الجارية قلت اشتريتها لنفسي قالت إن هذه الجارية تكون لخير أهل الأرض خلي بالك هذه الجارية اللي انت اشتريتها ما راح تصير إلك هاي راح يجي واحد هو خير أهل الأرض وما إن يأخذها يأخذها هذه الجارية فلم تمكث عنده إلا قليل حتى تلد له رجلا يدين إليه أهل الأرض وأهل الشرق وفعلا لما اشتراها هذه الجارية احنا سألنا سؤال في البداية قلنا ما سبب كثرة التسميات أسماء كثيرة نعم اسمها نجمة واسمها تكتم أو تكتم واسمها خيزران ولقبها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن هو الإمام سماها بتكتم ولقبها بالطاهرة طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما اشتراها اشتراها لمن الإمام الكاظم عليه السلام لزوجته لحميد المصفات وكانت صغيرة السن وتربت في ذلك البيت على الأخلاق النبوية ما إن هذه شب عودها واشتد عودها حتى حملت تلك الصفات فرغبت حميد المصفات أن تهديها للإمام سلام الله عليه وفعلا تزوج بها الإمام سلام الله عليه وولدت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نعم يوم ولادتها نعم قال لها الإمام سلام الله عليه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ناداها بالطاهرة وفعلا أيها الأحبة علينا أن نعلم وأن تكون هذه القضية ثابتة عندنا أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تنقلوا في الأصلاب الشامخة وفي الأرحام المطهرة فهذه المرأة العظيمة من ولدت هذه المرأة ولدت الإمام الرضا الإمام الوفي السلطان أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه وولدت القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام وولدت السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكان لها شأن عظيم عند الإمام سلام الله عليه عند الإمام الكاظم وعند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فهذه العمرة العظيمة السيدة الطاهرة الزكية السيدة نجمة أو السيدة أروى أو السيدة طبعا سبب التسميات هذه نعم كثرة التسميات تعلمون أن الرقيق يعني واحد من الأسباب قد تكون هكذا أن كل من يشتري هذه الجارية يسميها وكانت لها هذه الأسماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم جميعا على حب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر